السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب برد شادر جاء لكم فيديو جديد عن Genshin Impact فيديو اليوم يا شباب راح أعلمكم كيف تحصلون أكبر كمية من المطر بريم وجيم كمية جدا كثيرة من حدث البيوتا وحدث السنتري بوت طبعا الحدث كله وعبارة أنك تحط شخصية زي كذا وتختار الأثاث المناسب لهم فإن شاء الله بهذا الفيديو راح أشرح لكم كل شي باختصار فقبل ما نبدأ بالمقطع لا تنسوا صلوا على النبي عليه يفضل الصلاة السلام تنزلوا تعال تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات ويلا نبدأ كيف الآن يا شباب راح أشرح لكم كذا بالمختصر والسري كيف تمكن تحطون الأثاث حق الشخصيات وتاخذون منهم والبريم وجيم أول شي يا شباب راح تجون عن التوبي طبعا عشال ما يجين لأي واحد كونني هذا الفيديو أنا مسجلوا من إحسابي ورافعوا ليوتيوب والآيدي حقي تحت زي ما تشوفون يا شباب تروحون هنا عند المتجر وتنزلون تحت عند متجر القطع اللي هي المخطوطات زي ما تشوفون يا شباب عندكم كل هذه المخطوطات تقريبا لازم تشترون هذه المخطوطات كلها لكل الشخصيات عارف أنه سعرها مرة غالب فسلما تحط أثاث كثير بحدث البيوت راح تقدر تاخذ عملات جدا كثيرة زي ما تشوفون يا شباب في مخطوطات جدا كثيرة نصحكم أنكم تأخذون واحدة وتسوونها بعد تأخذون اللي بعدها لأنكم لو جلستوا تسوونهم تأخذونهم كلهم فما راح تلحقون أصلا تصنعون أثاث أو تشترون مخطوطات فأخذوا واحدة فسوا ابنوها وحطوا الشخصيات اللي تطلبها منكم أوكي فالآن يا شباب بعد ما تشترون المخطوطة تجون هنا عند المكان تحطون منه الأثاث تروحون آخر شيء عليمين بها تختارون هذه وتختارون ثاني واحدة زي ما تشوفون يا شباب أنا اخترت هذه المخطوطة اللي اسمها بلورما أو شي زي كذا المهم راح حط صورتها أنا على إيسار زي ما تشوفون يا شباب هذه المخطوطة نفسها اللي طلعت بالبث حق الشركة اللي فيها باربرا وفينتي وكايا زي ما تشوفون يا شباب هذه الشخصيات اللي حطيتوهم في المكان الموجود في هذه النافورة أو الأثاث راح يعطون لكم بريموجيم كل عليكم وكم تجون تكلمونهم راح يعطون لكم بريموجيم فهزي ما تشوفون يا شباب شخص مزران هذه الموارد المطلوبة تحت صراحة موارد بعض هذه النافورة صراحة ما عرفت كيف يجيبها لازم يبغالي برضا شتري مخطوطتها طريقة صنعها وبعدها يا شباب تروحون وتصنعون المجسم بشكل كامل انتبوي يا شباب من غلطة انك انت تروح تحط واحدة واحدة لا غلط لازم تيجي على هذا المجسم بعد ما جمع القطع وتضغط على كلمة place اي انك تحط المجسم كذا بشكل كامل يكون مجمع معك وتنزله في العالم بعد ما تنزله بكل بساطة تجي تنزل الشخصية فعلشان ناخذ مثال احسن يا شباب خلونا نشوف هذا الفيديو طبعا هذا الفيديو من موب حقي حق واحد أجنبه انشاء الله راحط لكم رابط الفيديو حق وتحت في التعليقات زي ما تشوفون يا شباب عندنا بنى هذا المبنى والكوخ حق الهيلوترالز اوكي زي ما تشوفون يا شباب هذا هو الكوخ فلما جاء ضغط هنا على هذه الكلمة او الكتابها زي ما تشوفون ان ارجع الفيديو شوي كان يقول له اشي الشخصيات اللي يقدر يحطها هنا اوكي هذه زي ما تشوفون يا شباب يقول له الشخصيات اللي يقدر يحطها بهذا المكان او الشخصيات اللي راح تعطيه بريم وتجم راح تعطيه مكافئات فواحدة من الشخصيات اللي كانت موجودة يا شباب اللي هو بنت طبعا زي ما تشوفونا الان راح يحط بنت بجنب الخيمة وراح يروح يتكلم معاه اوكي زي ما تشوفون يا شباب انه هو حط بنت فالان راح يتكلم معاه طبعا راح يقول كلام كثير ومدريش عن المغامرة سووا له سكيب وبعد ما سووا له سكيب يا شباب شوفوا كيف بوم عطا عشرين بريموجيم لو تحسبون يا شباب على قد الشخصيات اللي عندك وتحصلون بريموجيم منهم بكثير وبرضو بش زي ما تشوفون عشرين الف مورة وكتابين من هذا الكتاب اللي تقدرون تطورون فيه بنت القدرات حق بنت ويولا فالصراحة حدث جدا خرافي وعشرين بريموجيم على عشرين ممكن تجمعون بريموجيمز جدا كثيرة يا شباب من هذا الحدث فايبوا يا شباب كان هذا فكرة الحدث بالمختصر كل اللي عليك انك تحط الاثاث المناسب اللي فيه صورة الشخصيات تحط فيه الشخصيات تكلم معهم ورح تأخذ بريموجيم زيادة على بريموجيم يشباب اللي رح تأخذونهم من الشخصيات زي ما تشوفون فيه هنا عنده بالانجازات فدح انجاز جديد للحدث الابريق زي ما تشوفون في عندنا اطار فيه عندنا عشرين وفيه عندنا خمسة وعشر وبريموجيم يعني كمية بريموجيمز جدا كثيرة من الانجازات وغير كذا رح يعطيكم اطار فتخيلوا يا شباب أنه زيادة على كل هذه الجهاز فيه برضو عندنا جواز اضافية لو جيتو هنا يا شباب عند توبي ورحت عند اول خيار اللي هو خيار لـ Trust Rank تضغطون عليه زيما تشوفون يا شباب في هنا عندنا الحد الاقصى المكان تقدر تحطه للشخصيات في العالم حقك اللي هو بهس مجرد سبع شخصيات وفي عندنا هنا الشخصيات زيما تشوفون في كتابة ماكس على ريزر و فينتي هذه كتابة ماكس حق ايش كتابة ماكس هذه يعني وصلت لحد الاقصى من نقاط الصداقة فأنا دايما ألعب ريزر و فينتي وجمعت منهم نقاط الصداقة طبعا تقدر تجمع بمجرد انك تلعب في الشخصيات بس زي ما تشوفون يا شباب هنا أنا عندي جين ما ألعب فيها كثير فعلشان كذا النقاط الصداقة عندي حقها قليلة فإيش الفائدة الآن يا شباب راح تقولون لو جيتوا ضغطوا هنا مثلا اندريزر أو انجين زي ما تشوفون يا شباب لو حطيتوا الشخصية بالعالم حقكم وحطيتوا جنبها الأثاث حقها اللي تحبوا راح يعطيكم كل أربع ساعات أربعمية من النقاط الصداقة شي جدا خرافي يا شباب فعلشان ناخذ مثال أوضح يا شباب زي ما تشوفون راحنا عند البروفيل حق الشخصيات زي ما تشوفون أنا عندي فينتي لنقاط الصداقة الفرند اللي حقه ماكس اللي هو العشرة بس زي ما تشوفون أنا عندنا فشل ألعب فيها يعني جديد بديت ألعب فيها فعندي نقاط الصداقة فيها ستة فهيذا هنا فائدة نقاط الصداقة طبعا لما تجمعون هذه العشرة يا شباب زي ما تشوفون راح تقدرون تحصلون هذه الإطارات الخاصة في الشخصيات طبعا هذا الاطار اللي موجود هنا يا شباب اللي تشوفون هذا الاطار اللي حاطوا حاليا حق شاو وهذا الاطار حق فينت وهذا حق ريزر وبينت فتقدرون تاخذون جوائز من الاطارات وبرضة بريموجيم فيا بي شباب صراحة هذا الحدث مرة خرافي ولا يفوتكم ابدا وسووا الان كل الشخصيات وحطولهم اثاثة لانكم صدقوني راح تحصلون جوائز بريموجيم جدا كثيرة فبس يا شباب كان هذا كل شي بالحدث الجديد وطريقة لعب واتمنى لو كان عندكم اي اسئلة اكتبوا ليها تاعد في التعليقات ان شاء الله راح حاول اجاوب عن كل الاسئلة فيا بي شباب كذا نكون وصلنا نهاية المقطع اتمنى يكون عجبكم وافاتكم اذا وصلتوا لنا يا شباب كالعاد اكتبوا في التعليقات بطاطا ولا تنسوا صلى عن النبي عليه فضل الصلاة والسلام وبرضو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس الانبيعات علشان يوصلكم كل جديد فيا بي شباب صراحة ما عارف اش اقول بداية تكلج فخلونا ان المقطع سري قبل ما اجيب العيد شوفكم على خير بالفيديوهات القادمة peace out يا رب المقطع يوصل ثمان دقائق يا رب يا رب المقطع يوصل لنا اشتركوا في القناة